بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل على الموضوع على وهو اقسام المصانع الدوائية. كلها نعرف انه المصنع الدوائي متكون او متكون او يتكون من عدة اقسام. القسم من هذه الاقسام تعرفوا قسم QA اللي هو قسم Quality Assurance قسم QC اللي هو قسم Quality Control تمام? وعندك قسم وقسم وقسم الانتاج. تمام? كلها تم نعرف انه احنا عنا قسم هو قسم المسؤول عن تأكيد الجودة. قسم قسم مسؤول عن عمليات التحليل وتأكيد الجودة. وعندك قسم اللي هو مسؤول عن انه بفحص المخلوق الموجودة في المصنع بفحص كفاءة المنطقة اللي بنعبي فيها كفاءة مناطق التحليل كفاءة مناطق الدراسات اللي موجودة عندنا في المصنع وبتأكد ان احنا عندنا كميات المخلوق ببليش من عنده سلسل التصنيع الدوائي انه انا في عندي دواء. ببلش اطور عليه وعمل واتطاع بحث واتطوير. او اني بدي اصنع دواء جديد وانازله على السوق. فهي العمليات كلها بتتم داخل قسم الار اندي. تماما. وعندنا قسم الانتاج. قسم الانتاج زي ما حكيت لكم انه هو عصب الصناعات الدوائية. عصب الصناعات الدوائية عمنا يكون عارفين انه قسم الانتاج هو قسم جدا مهم. بتتم في اغلب العمليات زي ما حكينا عملية التعبية عملية التغذيف عملية التحضير عملية التوزين عملية الطباعة البوكسنج نطبع عليها الباتش نمبر ونطبع عليها المنفاكترينج ديت وكسبير ديت تمام فقسم الانتاج جدا مهم وأغلب العمليات بتتم داخله هسا إحنا بداية همنا نكون عارفين أنه أنا هسا دواء عندي نازل على السوق أنا بدي أبلش في عملية تصنيع كم منبلش منبلش إحنا حكي زي ما متفقين أنه إحنا منبلش من قسم الانتاج قسم الانتاج بسلم المواد الخام من قسم اللي هو زي ما نعرفه له المخزن أو اللي هو الويرهاوس تمام؟ أو المستودع اللي نغطي اسم تمام؟ من المستودع بسلم اللي هي الروماتيريا اللي بتتكون من اكتف انجريديان وان اكتف انجريديان كلاتنا نعرف شو يعني المواد الفعالة والمواد الغير فعالة الخاصة في المستودع في المنتج أو المستحضر بعد